موسيقى اهلا بكم في المحاضرة التاسعة من كورس الهايدروليك بيزيكس واللي هنتناول فيها ان شاء الله السكرور بامب زي ما اتفقنا السكرور بامب اللي هي الترمبا اللولبية او الترمبا الحلزونية هي نوع من انواع الروتري بامب يبقى الروتري بامب احنا قلنا فيها ان جير بامب فيها انترنل واكسترنل و جيروتور وسكرور بامب اللي احنا هناخدها النهاردة ان شاء الله السكرور بامب زي ما هباين من اسمها هي ترمبا بتعتمد على نقل الزيت عن طريق لولب او سكرو السكرو او اللولب شكل الطنبور بتاع المية بتاع زمان طنبور رفع المية هو ده السكرو بتاعي السكرو بيبقى عبارة عن جزء دوار عليه مجموعة من الريش بزاوية ميل معينة بتنقل المية من تحت لفوق نفس الكلام عندنا في الترمباط السكرو بامب الهايدروليك بس عندنا في الحالة دي بقى احنا بنعتمد على اكتر من سكروا واحد بنعتمد على اتنين سكروا الو او تلاتو سكروا زي ما احنا شايفين عندنا نوعين من ال سكروا بامب הא�? زي ما احنا شايفين في الشكل اللي عندنا والبان اعبارة عن اتنين سكروا واحد Check ال terus القائد واحد دريفن اللي هو المنقض واحد بياخد الحركة من عمود الترمبا بيسحب الزيت من فتحة السحب وبيطلحها على فتحة الاوتلت بتاعة البامب يبقى بياخد الزيت من فتحة الانلت وبيطلحها على فتحة الاوتبط زي ما هو باين في الشكل البسيط اللي عنديه النقدم للترمبات ده بيتميز بمجموعة من المميزات بتخليه يستخدم في دواير التبريد ودواير نقل الزيت المميزات دي اهم ميزة فيهم ان كميات التدفق العالية بتاعته مقارنة بالحجم كميات تدفق عالية في حجم صغير دي الميزة الاولى الميزة التانية سرعات التشغيل العالية ممكن في الترمبات ده من النوع ده من الترمبات اوصل بسرعة البرايم موفر لغاية 3000 او اكتر زي ما انا عايز بدون اي مشكلة على البامب كمان عندي تعدد لزوجات الزيوت المستخدمة عندي بقدر اشتغل من لزوجات من اول ستة سانتي ستوك بغاية 3000 سانتي ستوك يعني رنج كبير من اللزوجات اللي بستغل بيها عندي عشان كده اقدر استشغل بيها على انواع كتير من الزيوت صوت الترمبات دي كمان صوت ضعيف جدا فبقدر اشتغل فيها في الاماكن اللي ما اللي ممكن الضوضاء تسبب فيها المشكلة كمان عندي اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو تردد التدفق التدفق بيجي عندي من جزء من الدورة بيعلى والتدفق بيقل ده بيقل في النوع ده من الترمبات فالترمبات دي الفلو بتاعها ثابت على طول فترة التشغيل وده نتيجة ان التدفق بتاعها بيتم على طول بحاله لكن بقى عندي مشكلة في النوع ده من الترمبات اللي هي ضعف ضغوط التشغيل ضغوط التشغيل عندي بتبقى قليلة اكبر نوع منها او بتوصل لغاية المية وعشرين بار ما بتزيدش عن كده كمان في مشكلة في صعوبة التصنيع بتاعتها عشان كده تكلفتها عالية تكلفة الترمبات دي عالية نتيجة صعوبة التشغيل بتاعها او صعوبة التصنيع كمان عدم امكانية الاصلاح في الترمبات دي بيبقى من الحاجات اللي هي او العيوب بتاع الترمبات دي ان انا لو حصل عندي تلف في الترمبات دي فبيبقى صعب اصلحه او صعب اعالجه زي ما قلنا النوع ده من الترمبات بيتقسم لنوعين النوع الاولاني اللي هو التوينس كرو والنوع التاني اللي هو التريبلس كرو اول نوع هناخده اللي هو التوينس كرو عندي منه نوعين النوع الاولاني حاجة اسمها وزاوت تايمينج جير زي ما احنا شايفينه عندنا في الشكل كده عبارة عن سكرو قائد اللي هو بيقام توصل بعمود البامب بعمود البامب والدريفن الدريفن سكرو اللي هو بيبقى وياخد الحركة منه يبقى انا عندي اتنين سكرو لاتنين بشكلين مختلفين واحد درايف اللي هو بيدور اللي بياخد حركة البامب من الموتور التاني اللي هو الدريفن اللي بياخد الحركة من الدرايف وعندي فتحتين فتحة السحب اللي هي باللون الاصفر عندي هنا ديات وفتحة الضغط اللي باللون الاحمر ودايما بنلاقي ان فتحة الضغط في النوع ده من الترمبات بتبقى هي لقدام ناحية العمود بتبقى هي لقدام ناحية عمود الادارة بتاع البامب يبقى ده اول شكل من عندي عندي من اشكال الترمبا ديت اللي هو التوينسكرو وزاوة تايمينج جير عندي منهم عمود قائد اللي هو السكرو الدرايف وعندي الدريفن اللي هو العمود المنقاض والاثنين في حال التعشيق مع بعض وبتتنقل الحركة ما بين الاثنين عن طريق التعشيق ما بين سنون السكرو دوت وسنون السكرو الدريفن النوع التاني اللي هو التريبل سكرو ليه عمل بقى التريبل سكرو هو نفس فكرة التوينسكرو او اللي هو باتنين سكرو بس هو عمله تريبل عشان يعمل تعادل في القوة ما بين العمود القائد والعمود المنقاض فهو عمل عندي عمود واحد قائد بس بدل ما كان بيقود عمود واحد دريفن لا هو عمله هنا اتنين دريفن يبقى في عندي اتنين سكرو كمان منقضين يبقى الحركة بتجيلي عن طريق الباور روتر الباور روتر اللي في النص وعندي اتنين دريفن او اللي هما الايدل روتر اللي اتنين هما اللي بيدخوا الزيت عندي يبقى بالحالة بالطريقة ديت عمل تعادل او عمل اتزان في القوة زي ما احنا شايفين عندي في الشكل ده عندي باور روتر بيدور يمين في اتجاه عقرب الساعة هوت وعندي ايدل روتر واحد بيدور شمال وايدل روتر اتنين برضو بيدور شمال يبقى انا عن طريق ان هو عمل باور روتر واحد واثنين ايدل روتر بقى بيعمل اتزان لان بقى عندي غرفتين ضغط غرفة ضغط اللي انا بشاور عليها ديت وغرفة ضغط اللي هي بشاور عليها ديت وعندي غرفتين ساحب واحدة فوق الايدل روتر الاولاني واحدة تحت الايدل روتر التاني فبكده بقى فيه نقطتين تعادل ونقطتين متعدلين هنا في الضغط يبقى بقى فيه تعادل على البامب وده بالحقيقة بيساعدني ان انا استغنى عن الراديال بيرنج او الكراسي التحميل الكبيرة اللي تبقى ممكن تبقى في البامب اللي زي دي عن طريق الاتزان اللي عمله في التريبل روتر تعالوا نشوف بقى مكوناتها عاملة زي التريبل روتر دي من جوه زي ما احنا شايفين عندي عمود اللي هو رقم اللي هو رقم مية وعشرين العمود دوت محطوط على بيرنج وطبعا بتتنقله الحركة عن طريق الكي اللي هو رقم مية ستة واربعين عندي الباور سكرو اللي هو رقم مية واحد اللي هو الدرايف بيدي للاتنين دريفن او الايدل الروتر اللي هما رقم متين وواحد عندي واحد هوت وواحد هوت فيه فتحة سحب في الكيسنج اللي هي الفتحة دي وفيه فتحة طرد اللي هي الفتحة اللي قدام وزي ما قلنا ان فتحة الطرد دايما بتبقى يمت عمود الترمبا وعندي طبعا البيرنج اللي هنا كزء مهم بقى من اللي بيصعب التشغيل في النوع ده من الترمبات ان انا عندي هنا باعتمد على مانع التسريب اللي هو من نوع الميكانيكال سيل الميكانيكال سيل ده بيبقى راكب على العمود عشان يمنع التسريب الخارجي من جوه الترمبا على عمود الروتو على العمود بتاع الترمبا الميكانيكال سيل ده هنتناوله طبعا بعد كده بالتفصيل في الجزء بتاع السيلنج ان شاء الله بس هو بيبقى جزء اصعب شوية من السيلنج العادي فالنوع ده من الترمبات بيحتاج ميكانيكال سيل لان فتحة الضغط بتبقى موجهة على عمود الترمبا فالميكانيكال سيل محطوط عشان يمنع الهاي بريشر اللي بيحصل جوه البامب يمنعه ان هو يخرج برا الترمبا وبيبقى عندي فتحة الميكانيكال سيل دي متوصلة بفتحة الفتحة دي اللي هي مطببها ب456 ده الفتحة دي بتبقى متوصلة داخليا بسحب الترمبا الكلام ده عشان يعمل تبريد للميكانيكال سيل ده عشان يحافظ عليه من التأكل تعالوا بقى نشوف فيديو يوضح لنا طريقة التشغيل بتاعت البامب دي زي ما احنا شايفين اهوت دي التريبل سكرو بامب عندنا العمود العمود بتاحها اللي هو الباور سكرو الباور سكرو او الدرايف اللي في النص اللي احنا شايفينه ده بيدور اتنين ايدلر او اتنين دريفون سكرو ادي واحد والناحية التانية واحد فتحة السحب اللي باللون لا زرع دي بيخش الزيت ما بين التلاتة سكرو بيوصل انه يتسحب من خلال التلاتة سكرو ويتنقل عن طريق التلاتة سكرو لفتحة الضغط اللي باللون الاحمر زي ما احنا شايفين كده هنلاحظ طبعا اتجاه الدوران بتاع الباور سكرو اللي في النص عكس اتجاه الدوران بتاع الاثنين ايدلر اللي هما بياخدوا الحركة منه ادي حركة السكشن هنبص بقى نلاقي ان هو واياخد فتحة من الضغط اللي باللون الاحمر جايبها من وراء السكرو شايفينها ادي الخط ده الخط ده اللي بيعمل بريشر كومبانسيشن يعني ايه بريشر كومبانسيشن هو بياخد خط من الضغط عشان يضغط على السكرو من اليمة ديت عشان يمنع التسريب قدام او يحصل تعادل في الضغط فيبقى عامل بلانسينج على العمود بحيث انه ما يعملش اي اكسيال لود على البيرنج بتاع الترومبو النوع التالت من انواع السكرو بامب هو التوين سكرو بس المراضي بقى وستايمينج جير هو عمل ايه بقى في النوع ده عمل كل سكرو من الاتنين احنا قلنا هو فيه اتنين سكرو برضو كل سكرو فيه مجموعة اسنان في النص الاولاني من العمود في اتجاه ومجموعة اسنان في الاتجاه المعاكس الكلام ده في العمودين يبقى انا عندي اتنين سكرو لاتنين سكرو متمثلين واحد بياخد الحركة من الموتر بينقل الحركة للترس التاني مش عن طريق التعشيق لا عن طريق تعشيق ترسين تانيين اللي هما بسميهم الطايمينج جير الطايمينج جير وظيفتهم انهم ينقلوا حركة من الدرايف سكرو للدريفن سكرو عشان الاتنين يدوروا في اتجاه عكس بعض وزي ما قلنا كل عمود او سكرو من الاتنين فيه مجموعة اسنان في النص الاولاني عكس مجموعة الاسنان اللي في النص التاني عشان يكون لي فتحتين سحب وفتحة ضغط واحدة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي ادي فتحة السحب فتحة سحب بتخش من اليمة دي بتتقسم من اليمة دي ومن اليمة اللي وراء وفتحة ضغط بتبقى في النص اللي بيتجمع عليها السائل او الزيت اللي بيخرج من العمودين بيتجمع على فتحة الضغط اللي في النص هنشوف الفيديو ده مع بعض اللي هيبين لنا فكرة عملها ازاي زي ما احنا شايفين مع بعض السكرو بامب الويس تايمينج جير عندي فيها فتحتين سحب ساعات بيجمع فتحتين السحب دول في الكيسنج عندي فيهم السكرو روتورز زي ما قلنا اتنين سكرو شكل بعض واحد منهم درايف والتاني دريفن عندي اتنين تايمينج جير اللي بيقف حالة تعشيق عشان ينقلولي حركة الدوران اللي في السكرو بتاع الدرايف ينقلوها على السكرو بتاع الدريفن زي ما احنا شايفين فتحة السحب بتبدأ من هنا بيجي الزيت يحصل له ترابينج او ان هو يتحاشم بين السنون بتاعت السكرو مع الكيسنج وتتنقل لفتحة النص هنا فتحة النص هنا اللي بياخد منها الاوتلت بتاع البامب زي ما احنا شايفين من الاتنين سكرو يبقى زي ما احنا شايفين شكل السهم ده اللي بيعبر عن نقطة الزيت بتتنقل من فتحة السحب عن طريق السكرو تطلع على الفتحة بتاعة الاوتلت اللي بتبقى في النص وبتبقى مجمعة الزيت اللي جاي مع الاتنين سكرو اللي عندي بالزبط شكلها بيبقى كده في الحقيقة اتنين سكرو ودي الاتنين تايمينج جير اللي بيقوا في حالة تعشيق مستمر وعندي الاتنين سكرو اللي بينقلوا الزيت من فتحة السحب لفتحة الضغط وزي ما احنا ما هنلاحز الاتنين سكرو بياخدوا فتحتين سحب فتحتين السحب بيبقوا مجمعين في كيسنج الترومبا على فتحة سحب واحدة زي ما احنا شايفين عندي وفتحة الضغط هي بتبقى فتحة واحدة في نص الكيسنج بتجمع الخارج بتاع الاتنين سكرو ميزة النوع ده من الترومباط عن التريبل سكرو ان في حالة بالانسينج كده للبريشر البالانسينج دوت بيقدي طبعا ان انا اقدر اوصل لضغوط اعلى ضغوط تشغيل اعلى بتوصل لغاية المية وعشرين بار زي ما احنا شايفين اللي اتنين سكرو هوت واحد الايدل واحد الدرايف واحد درايف واحد دريفن وعندي فتحة سحب اللي هي الصفرة متجمعها متقسمة على فتحتين فتحة من قدام وفتحة من ورا وفتحة الضغط اللي هي خارج الروتور دوت والروتور دوت متجمعها اللي هي باللون الحمر عندي عندي الهيليكالجيرز دول اللي هما بيبقوا اتنين او اربعة لو في الحالة دي زي ما احنا شايفين كده اتنين هيليكالجير رجبين على الشفت بتاع الدرايف والاثنين التانيين رجبين على شفت الدريفن وفي حالة تعشيق مستمر مع بعض الاثنين هيريكالجير دول والاثنين هيريكالجير دول وهو حتى هنا في الحالة دي اثنين هيريكالجير عكس بعض عشان يعمل اتزان في القوة الاضارة بتاعت البمب مايحصلش راديا اللود على اي واحد من السكرول اثنين تعالوا نشوف شكلها في الحقيقة البمب دي ادي شكلها الحقيقة البمب دي بتبقى عندي ادي الاثنين سكرول اللي عندي سكرول درايف وسكرول دريفن بيبقوا بالشكل دوت كل واحد منهم في مجموعة من السنون يمين ومجموعة من السنون شمال ودي الكيسنج اللي عندي الراجل دلوقتي بيعمل لها انسبكشن عشان دي في حالة صيانة لو حصل فيها اي تآكل الكيسنج دا كله بيترمي عشان كده قلنا ان صيانتها غير متاحة فكده تكلفتها بتبقى عالية طبعا على المستهلك شوي هدي الكيسنج من جوه بيبص على الكيسنج دا الكيسنج دا اللي بيقطع طبعا الزيت ما بينه وما بين السكرول اللي بيبقى راكب جوه هدي مكان السكرول اولاني ودي مكان السكرول التاني اتمنى ان احنا نكون شرحنا النهاردة السكرول بامب بشكل مبسط السكرول بامب استخدامتها في الصناعة قليلة شوية مختصرة على نقل الزيوت وعلى اللوبريكيشن عشان تكلفتها اللي احنا قلنا انها تكلفتها عالية وانضغوط التشغيل بتاعتها قليلة شوية هتمنى اكون شرحتها كويس واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة